تحتفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناع وتجارة بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك والذي يصادف الأسبوع الثاني من شهر مارس في كل عام مع نضرائها من أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر ووزير الصناعة والتجارة أن للمستهلك دورا كبيرا في كشف الممارسات التجارية غير النزيهة خلال العام الماضي حيث تم رصد مخالفات بلغت أكثر من خمسة آلاف مخالفة واستقبال أكثر من ستة آلاف ومئتي شكوى على بعض المحال التجارية وتم حل ما يقارب سبعة وتسعين في المئة منها مبينا أن تعاون القطاع التجاري مع إدارة حماية المستهلك كان له الدور المهم والأثر الإيجابي في تيسير حل ومعالجة شكاوى المستهلكين حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المتعاونة في حل الشكاوى أكثر من عشر منشآت تجارية وشدد الوزير على أن إدارة حماية المستهلك تستكمل خطواتها الإيجابية والاستباقية لجميع المتغيرات المطروحة خلال هذا العام عن طريق طرح العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية المعنية بتفعيل وتمكين دور المستهلك بما يتماشى مع تطلعات برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 لصون حقوق المستهلكين من الممارسات التجارية غير النزيهة ترجمة نانسي قنقر